اهياني ده ايه الحظ ده يا ربي كان عليك ان تكوني اكثر حذرا انت اعتقد انني اجل مش محتاجة مساعدتك ارجع وروح لجوز العقارب اللي كنت ماشي معاهم احترسي مرة اخرى الحجارة هنا منتشرة بكل مكان فهم يبنون بناء جديد يوضع الهرم جديد؟ لا هو فعلا حاجة جديدة خالص ليه ما خرجت من القصر؟ واين هي لابيس؟ ليه ما تركتك بمفردك؟ ابعد ايدك وملكش دعوة اذا كيتلابس سابتني ولا لأ قلت له كده وصبته ومشيت فاكرني مش عارف همشي الواحدي ولا ايه وانا ماشية لقيت ناس متجمعوا كلهم بصين في اتجاه واحد ماذا يحدث يا اختي؟ عزيز مصر سيمر بعد قليل في موقب الاله آمون والكهنة ها؟ ياريتني ما سألتك انا احسن حاجة عملها ان نرجع الاصر سبتهم وكملت ماشي وانا ماشى كنت اغبط في حصان احترسي الله ايه ده ايه ده ايه ده ده مصر فيها حاجات حلوة هي ام الدنيا جدع من انت؟ انا هاتون قرباني الملك حافي انت نزلت الملك؟ ما تجيب ليش سرته بتاع البنات ده؟ انا حورص عشت الاسامي يا حورص عزيز مصر وقائد الجيش احي اذا ماذا تفعلين هنا؟ اليس عليك التواجد في القصر الان لتكمل اتباق التقوس الحفل بعد غد؟ انا سأعود الان انتظري سأوصلك يبدو انك لا تعرفين الطريقة في تيبا جيدا ايه ده؟ هي دي تيبا؟ اجل جلالتك الامر ليس امن وقفك امام باب القصر هل ستملي علي ما افعله؟ اعتذر جلالتك لماذا تأخرت في العودة؟ انا معرفش الطريق اخبرتك بذلك مسبقا حورص وصلني جلالتك يمكنك العودة لعملك حورص وانتي تفضلي للداخل هناك بعض التقوس عليك القيامة بها هو بتصرف معي كده ليه؟ معقول؟ معقول تكون غيرة؟ بس ازاي؟ طب والبنتين اللي كان ماشي معاهم هاتون نعم خروجك من القصر ممنوع بدون ان تأخذي اذني انت بتتكلم معي كده ليه؟ هو اصلا ما بقاش غريمين يعني خلينا نعديهم على خير وبعدها سبت ودخلت القوضة لا ما انا مش هعرف افكر وانا جعانا كده في ازاي اخليه حبين عشان اخلص من الفيلم العربي القديم ده وارجع تاني لمكاني الطبيعي ياه وحشني محشيكي يا ماما ولا شوية الملوخية مع رز وفراخ اه يا بطني بتقول جعانا انا لازم اروح ادور على حاجة كلها ممكن تكون القوضة دي لان بابها كبير وكمان بعيدة عن اي مكان وده لو دل على شيء يدل انهم مخلينها بعيد عشان ريحة البصل والاكل هي عليكم يا فرعنة اسكية زكاء جبار وحفدتكم طلعلكم فتحت الباب القوضة ودخلت لقيتها قوضة كبيرة اوة وانضيفة وريحتها تحفة ايه ده؟ ده لا ممكن ابدا تكون قوضة مطبخ دي انضف من حياتي ما الذي اتابكي الى هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم عفرت فرعوني؟ لم تجاوبي على سؤالي ما الذي اتابكي الى غرفتي؟ اقسم بالله معرف انها غرفتك انا كنت بدور على اي مكان يكون فيه اكل هل انتي جائعة؟ لا بدور على الحاجة كلها شانا عطشانا شوية ماهو اكيد جعانا ده ايه الاسئلة دي؟ حسنا اتبعيني دخلني في مكان تاني في القوضة؟ فيه طرابزة كبيرة اوي؟ ومليانة اكل وعصاير يا ربي عالجمال يمكنك تناول ما تشاقين روح يا شيخي لا تنستر ومسكت تفاحية وكلت منها حت الله الفاكهة عندكم لها طعم تاني طحفة ولذيذة اوي هاتون ليه ما كنت تتجولين مع حرص؟ والله انا ما تجولتش مع حد قولي الكلام ده لنفسك بعدين انا كنت تايها وهو عرض علي ووصلني ووفقت لكن انت اتدرو الباقي عليك وما شأني ايه دا؟ انت فهمت قصدي؟ اجل طب ازاي؟ لا ادري ولكني افهم كل شيء تقولينه غريبة دي المهم ما تغيرش الموضوع وما هو الموضوع؟ ألسسهم ماربعة واربعين وصاحبتها اللي كنت ماشي معاهم وشكلك كمنشاكح اوي الصراحة تقصدين بكاتا ومنسا؟ اه فاكتا وفانسا اللي بتقولي عليهم دول اللي كنت بتتجول معهم على ضفة النهر يا ملك ملوك القلوب لقيته ضحك وقاللي الامر انهم هنا لمهادنة سلام بيننا وبينهم في غرب مصر وكانوا يتجولون للتعرف فقط على طيبة اه معاهدة سلام يعني طب سلامه عليك وانا بقى بقولك ما تبقاش تخرج كتير مع البنات هيتقال عليك بتاع بناته سرساجي هل هذا شيء سيء؟ يوه ده سيء جدا يا سرسج انا لازم اسأله هو بحبني ولا لأ لانه لازم يقول الكلمة قبل بكرة بالليل وإلا هفضل محبوسة هنا وهيشيلوني هلا هبا ويحدفوني في النيل انا لازم انادي على لبيس عشان تساعدني وفعلا امرت واحد من الحراس ان هو يناديلي على لبيس بقولك ايه هو الملك حب قبل كده؟ سيدة هاتون ممنوع ان نتحدث في هكذا امور خاصة بالملك استهدي بس بالله وصلي كده عن نبي محدش هيعرف حاجة بالكلام ده الكلام ده سر بيننا عارف السر؟ هل هو شيء جيد؟ امال ده جيد جدا كمان المهم قولي للملك حب أو اي حاجة شبه كده؟ لا الملك لا يحب احد الكهنة اخبره ان حياتها العاطفية ستكون معقدة وستحدث امور غامضة لذلك الملك قرر عدم الدخول في اي تجربة حب او حتى زواج حتى لا يحدث شيئا غير متوقع اه ياني يا حظك اللي سود يا ارمط يعني حياته العاطفية معقدة وانا مصيري كله هيكون معقد ده ايه المرار الطفح ده بس هيا بنا الملك اخبرني ان تذهبي لتقس زهرة اللوتس الله بسكوت اللوتس ياختي عليمع شوية نسك فيه بيبقوا حكاية ما الذي تقولينه لم افهم مش مهم هيا بنا احنا بس وابقى فهمك في المستقبل الله ده ايه الطقس ده ده ولا حفلة مس ايجب اتت هاتون التي لم تحفظ على نفسها كقربان للاله حابي ورأيتها تخرج من غرفة الملك اليوم هي البت دي تقصدنا بالكلام ده ولا الامور مختلطة بيني وبين اي حد تاني هل بالفعل كنت في غرفة الملك اليوم اه حصل ودي فيها ايه يعني يا اله اذا ما تعنيه حقيقي انت كنت في غرفة الملك هل حدث شيء بينكم هل دنست روحك واصبحت غير مستحقة للاله حابي ده ايه الهبل والعبط ده انتو بتتكلموا ازاي تدنس ايه وانس ايه انا مش فاهم حاجة يا الهي ستحل علينا لعنة الاله حابي وكهنة الاله امون لن يتساهلوا معها صحقا لها اغبية كلهم اغبية لبيس انا لم افعل شيئا حقا اذا وانا رأيتك تخرجين من غرفته ما كنت تفعلين هناك حسيت ان انا محاصرة بينكم التعليقات السخيفة واللي موجهة ليا سبتوهم وطلعت اجرى على قطي هو حتى يا ربي الارشانات موجودين في كل العصور ايوة انا لازم اروح لابريس لازم اخليه برقني مستحيل ارضه بالوضع ده تعالي يا متخلفة هتروحي فين انت ملكيش دعوة بيا خالص ولا باللي هعمله انت فهمه لا لي دعوة انت متخيل انك ممكن توصلي للملك بعد اللي حصل ده هتلاقي القصر اي مقاعد والكل جايف في سرتك والمشكلة منتشرة وخصوصا شكل البيت اللي تكلمت دي ما بتحبكش خالص عشان كده ما توصدش في الكلام هو انا هتصرف ازاي في الازمة دي وخصوصا ما بقاش غير بكرة يعني المفروض اكون لحيط خليته يحبني اه ما انت عاجبك الورطة دي كان ايه لازمتها من الاول انت وسحرك وهبلك ده هيجي الوقت اللي هتعرفي فيه السبب المهم انت لازم تتخفي لا والله وهعملها ازاي دي يا رمز جلال عصرك غطي وشك بشال وروحي دوري على الملك الله عليكي وعلى افكارك ده ايه التخفي اللي ما يجيش بتلاتة تعريفة ده انت هبلة لم نفسك بقى شوية وبعدين انت في زمن الفرعنة يعني اكتر حاجة مفقوصة في زمنك هتلاقيها هنا اختراعو حاجة جديدة انا همشو ورا كلامك بس يا مين عظيم لو ما خلصت من الموقف اللي انا فيه ده لم خليها كهنة ميمون ده يحرقوك اختفي بقى سلام يا ربي اروح فين ولا جم نين ده مرار طافح وبعدها جبت شاي وحطته على وشي يا لهوي شبه اللنبي والمصحف لن تكون قربان وتضن اسماء النيل علينا قتلها لانها مشت وراء شهواتها ولم تحتفظ بنفسها للاله حابي ما الذي تقوله اخبرتك انه لم يحدث شيء الشائعات انتشرت في كل مكان ولا يمكن ان نفعل اي شيء سوى ما اخبرتك به جلالتك جموع الشعب تطالب بذلك وتقول ربما فعلت ذلك قبل وليس معك انت فقط انا الملك ويمكنني انا فقط تقرير مصيرها الان يمكنك الذهاب في دلتا تسحب لحد ما وصلت القوضة اللي الملك قاعد فيها الله الحمد لله دا قاعد لوحده من انت انا هلا اقصد هاتون وما الذي تفعلينه هنا القصر باكمله يتحدث عنك اطع لسانه انت في مشكلة هاتون الامر جاد طب ونتصرف ازاي يعني انا معرفش ان شغل الارشانات دا موجود كمان في العصر دا اذا لا تفكري ولا تفعلي اي شيء فقط افعلي ما اقوم ليها عليك ماشي موافقة على رأيي المثل خليك وراء الكدب لحد دباب الدار المهم انا همشي دلوقتي هروح اطتي لا تخرجي منها وانا سأرسل لكي لابيس من حينا لاخر تمام يا بالرجولة وبالفعل خرجت وانا رايحة على اطتي لقيت البيت اللي اتكلمت علي وقفة مع راجل تقريبا كاهن واتصدمت من كلامهم اللي كانوا بيقولوه البعض عايزين تعرفوا هلأ سمعت ايه وهتخرج من المصيبة اللي هي فيها دي ازاي استنوني في الحلقة الجاية اشتركوا في القناة